تحية طيبة تحية عراقية وسلام المسيح معكم وكل عام وانتم بألف ألف خير نريد هاليوم نقرأ من إنجيل متى وصاح 27 من العدد 46 إلى العدد 47 ونأخذ بعض الأفكار من كلمات المسيح اللي قالها على الصليب ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فقوم من الواقفين وهناك لما سمعوا قال إنه ينادي إيلي ليش المسيح صرخ هذه الصرخة؟ هل بسبب ألم؟ إذا الألم كان جسدي ليش ما صرخ بوقت الجلت والضرب؟ هل صرخ المسيح بسبب الآلام النفسية؟ المفروض كان يصرخ وقت اللي تهموه كذبا وقت اللي تركوه التلاميذ والمقربين إله إذا لا هي صرخة بسبب الآلام الجسد ولا هي بسبب آلام النفس ما عدنا اختيار غير الآلام الروحية المسيح هو على الصليب حمل كل خطيانا ولعناتنا القدوس الكامل اتألم بسبب خطيانا اللي هو حملها إيلي إيلي لما شبقتني ممكن القصة اللي راح أذكرها بتوضح الفكرة اللي ريد أووصلها إلك الله الأب مترك الابن لا لحظة ولا ترفض عين قصة تتكلم عن ابنية صغيرة كان بتعمل عملية وهذه العملية كانت مؤلمة جدا والعملية كان بوقت إنه ما كانوا مخترعين الأدوية المسكنات أو البنج فالأب اتكلم معام بنته وقال لأنا راح أجي وياك للعملية وأتمسك بإيديك وركز عيوني بعيونك كل الأوقات ووقت اللي الألم ركزي معايا واضغطي على إيدي طلعي ألميك أو طلعي الألم اللي عندك بضغطي على إيديه وكل الوقت الأمور ماشى بخير بوقت العملية لكن في لحظة في طرفة عين الأب لاحظ الجروحات اللي معمولة لبنته وما قدر أن يشوف الآلام والجرح اللي موجود في بنته فغض النظر سحب نظرة من عيون بنته والبنية في لحظة صرخت وقالت بابا بابا ليش تركتني نفس الشي صار على الصليب الله الكامل لا ينظر إلى الخطيئة لكن وقت المسيح الإبن حمل كل خطيئانا كأنه الله الآب غض النظر عن الخطايا اللي حملها المسيح ولهذا المسيح صراخ إلهي إلهي لماذا تركتني هو بالحقيقة ما تركه ولا ساب ولا تركه بلحظة لكن هذا كان الإحساس والمشاعر اللي حصلت على الصليب بسبب خطيئانا وهذه الكلمة أيضا مذكورة بمزمور من المزامير في العهد القديم وهذه كانت الطريقة اللي كانوا بيتكلموا بيها أو طريقة العبادة أنه رئيس الكهنة كان بيذكر أول مقطع من المزمور والشعب كانوا بيكملوا المزمور كله والمسيح هو على الصليب بيمثل رئيس الكهنة في هذه الجملة اللي قالها إلهي إلهي لماذا تركتني رب يباركك وكل عام أنت بخير ترجمة نانسي قنقر